اهلا بكم من جديد يبدأ الجيش الايراني اليوم الاثنين مناورات تستمر ثلاثة ايام في محافظة الصهان وفقا لما ذكرته وكالة انباء فارس وقال قائد القوات البرية ان المناورات التي اطلق عليها اسم بيت المقدس ستشهد استخدام اسلحة خفيفة وسقيلة وستختبر خلالها جاهزية القوات البرية وتجرى هذه المناورة بعد سلسلة من المناورات العسكرية اجرتها ايران خلال الاسابع الماضية شملت اختبارا لقدراتها الصاروخية وزوارقها الحربية اما في اسرائيل فتتواصل اليوم الثاني على توالي التدريبات التي يجريها الجيش الاسرائيلي لاختبار مدى جاهزية الجبهة الداخلية لصد هجوم صاروخي واسع نطاق وتستمر تدريبات خمسة ايام متواصلة وتتضمن تمرين على كيفية مواجهة سيناريو سقوط مئات القذائف وصواريخ في العمق الاسرائيلي وتأتي هذه التدريبات في ظل حالة من التوتر بين اسرائيل وكل من لبنان وسوريا اصفهان ذات الصيت النووي من هنا تنطلق رسالة بيت المقدس 22 ليس في الامر صدفة فالمدينة الايرانية حيث محطة ناطانز النووية تشهد حدثا عسكريا ذاصلة كما يبدو بتهديدات تشعر بها طهران على خلفية برنامجها النووي خلال الاسابيع الماضية اجرت ايران سلسلة من المناورات شملت اختبار القدرات الصاروخية وسلاح البحرية وها هي مناورات القوات البرية تأتي لتتم رسالة الجاهزية لكل احتمال ثلاثة ايام وثلاث مراحل تستعرض فيها مختلف تشكيلات القوات البرية جانبا من القدرة القتالية في مواجهة عدو وهمي ليس بالمعنى الحرفي فقادة الجيش الايراني يصنفون المناورة في خانة رضع كل من يفكر في مهاجمة ايران والحقيقة ان طبول الحرب في المنطقة على دقها منذ مدة وتسارع الدليل ها هنا فاسرائيل تفحص جاهزية جبهتها الداخلية المدنية منها والعسكرية لما تبدو حربا شاملة نقطة تحول اربعة هو اضخم تدريب عسكري في تاريخ جيش الاحتلال لكن الخطاب الرسمي الاسرائيلي يهون هذا تدريب روتني ومخطط له منذ فترة طويلة كما انه ليس نتيجة تطور امني استثنائي غير ان قادة عسكريين اسرائيليين لم يخفوا ان تدريب يتعامل مع احتمال تعرض العمق الاسرائيلي لاطلاق مئات من الصواريخ والقذائف من سوريا ولبنان وقطع غزة في وقت واحد فذاك ما يقولون ان ايران قد تحرض عليه اذا فرضت الامم المتحدة عليها عقوبات اشد لمضيها في طموحاتها النووية لكن احدا ممن تدخلهم اسرائيل في حسبتها لا يغفل عن الجهة التي تعد للحرب حقا وتدفع باتجاهها هذه المناورات ليست جديدة هي سادس مناورات تجريها اسرائيل منذ خمسة اشهر واسرائيل تقرع طبول الحرب في المنطقة والسؤال هو هل اسرائيل مستعدة للحرب ام للسلام الكل اذا يعد العدة في المنطقة بطريقته للسيناريو يريد ان يقنع بانه ليس البادئ به هو توجس الجميع من الجميع ولا شك في ان التوترات الدولية بشأن برنامج طهران النووي ارتفاعا وانخفاضا والتوتر بين اسرائيل وكل من سوريا ولبنان ستحدد كثيرا من معالم المرحلة اشتركوا في القناة